علي يسأل يقول ما حكم قول عبارة آخر الأحزان أخي الفاضل بارك الله فيك من السنة أن يعزي الإنسان أخاه المسلم إذا حصل له وفاة مصيبة يعني وفاة أحد الأقارب به أو شيء والسنة أن يقول له أحسن الله عزائك أو يقول له مثلا إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بمقدار أو يقول مثلا البقاء لله كلمة جميلة لأن الله جل وعلا قال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وأن يقول مثلا عظم الله أجرك غفر الله لميتك أحسن الله عزاك اصبر واحتسب نحو هذه العبارات التي وردت في السنة وردت أيضا على لسان السلف أما آخر الأحزان طبعا الذي يظهر والله أعلم أن كلمة آخر الأحزان هي دعاء بالموت لكن الناس ما يقصدون ذلك لماذا؟ لأن الحزن والمصائب والابتلات ما تنتهي فإذا قلت لشخص آخر الأحزان كأنك تدعي عليه بالموت وأنا أعرف جيدا والناس ما يقصدون هذا الناس يقصدون إن شاء الله ما تشوف يعني شرب عن ذلك وما تبتلى بمصيبة أنا أعرف هذا الشيء وما يقصدون الناس لكن دائما استخدام العبارات الشرعية واستخدام العبارات العرفية التي لا تصادم نص أو لا يحصل فيها توهم هذا مهم جدا ولذلك أنا أنصح إخواني بأن يتركوا هذه العبارة حتى وإن كانت النية طيبة والطوية نظيفة وما يقصدون إلا الخير لكن ما في داعي ما في داعي أولا هذه الدنيا دار ابتلاءات ودار أمراض وأعراض وموت وفقر وبلاء هذه الدنيا خلقت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة ناري الله عز وجل قال وقول الحق ولا نبلونكم ولذلك الإنسان دائما المسلم يجهز نفسه للمفاجآت دائما المسلم يهيئ نفسه لمثلا الأمور العظيمات لا يصير الإنسان مثلا يقول الله كأنه بيعيش مخلد أو يعيش مثلا دائما في سرور ونعمة ثم يتفاجأ بمصيبة ربما تهده هدا وتسقطه وتجعل الإنسان هذا لا يستطيع الحراك لا الإنسان يتوقع أي مفاجأ هل هناك أعظم من مصيبتنا بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام ما في مصيبة أعظم من وفاة النبي عليه الصلاة والسلام اصبر لكل مصيبة وتجلدي واعلم بأن المرأة غير مخلدي وإذا أردت مصيبة تسلو بها فاذكر مصابك بالنبي محمدي صلى الله عليه وسلم ولذلك تترك هذه العبارة بارك الله فيك